انا من الناس اللي طول الوقت بحبه مع كوباية الشاي او القهوة بتاعتي لازم يكون معاها حاجة حلوة في الفيديو ده هنحضر الازد كوكيز مناسبة جدا للمبتدئين حتى لو اول مرة هتدخلوا المطبخ هتعملوا اكتر من 60 قطعة من الكوكيز في قل من نص ساعة واهم حاجة طبعا ان الولاد هيحبوها جدا هتكون معمولة في البيت وإحنا ضمنانها تعالوا نشوفوا المكونات اللي استخدمناها وهقولكم على كل البداية للمتاحة اللي تقدروا تستخدمها اول حاجة استخدمت 3 كوباية من الزيت يعني تقريبا 70 جرام و3 معالق من الكاكاو الخامل هما تقريبا 30 جرام ونفسهم بالزبط 3 معالق من اللبن الباودر اللي هما برضو بيكون 30 جرام نستخدم معهم كوباية من السكر الباودر اللي هي تقريبا 150 جرام انا هرجع بعد كده ان انا هطحن للسكر ده لغاية ما يتحول لباودر وطبعا استخدمت معاهم بيضة وضفت معاهم حوالي 400 جرام من الدقيق واللي هما بيكونوا أربع كبهات بالزبط وضفت عليهم رشة من الملح وبتديت ان انا ضيف بقيت المكونات الجفة كلها على الدقيق وأول حاجة في المكونات الجفة كانت الفانيليا وبعد كده ابتديت ان انا ضيف معاها كمان ربع معلقة صغيرة من البايكينج باودر ربع معلقة صغيرة يا جماعة احنا مش بنعمل كيك احنا بس عايزينه علشان يحافظ على الارتفاع بتاعه وضفت أقل من ربع معلقة صغيرة من الكربوناتو والكل الناس اللي كانت بتسألني على النوع اللي انا باستخدمه او بتقولي صورينا الباك هي دي الانواع اللي انا باستخدمها او ده النوع اللي انا باستخدمها وبعد كده هضيف عليهم باقي المكونات الجفة كلها مع عدد السكر هضيف اللبن الباودر والكاكاو الخيم وطبعا يا جماعة جودة اللبن الباودر والكاكاو الخيم بتفرق جدا جدا في طعم الكوكيز لان هما من المكونات الأساسية ولو اللبن الباودر مش متاح عندكم تقدروا ان انتوا تستجنوا عنه ولكنه الحقيقة بيفرق جدا في الطعم مبتدي ان انا أقلب كل المكونات بتاعتي كويس جدا وميكس فيها مع بعضك وده بيكون ميكس الكوكيز الجاهز في السوبر ماركت تقدروا تعملوا منه عبوات وتخلوها عندكم في المطبخ او حتى لو عاملين مشروع تقدروا تبيعوا الميكس ده جاهز وتكتبوا للناس بقية المكونات اللي احنا هنعملها دلوقتي بعد كده استخدمت معهم كوباية وربع او 180 جرام من الزبدة الزبدة بتكون بدرجة حرارة المطبخ احنا دلوقتي في الشتاء فالجو كويس ان الزبدة بيكون بدرجة حرارة المطبخ لو احنا في الصيف بدخلها للتلاجة او الفريزر لمدة ربع ساعة بعد كده بطلعها استخدمها وهضيف عليها مقدار السكر اللي هو كوباية اللي احنا كنا استخدمناه في الاول وكنا تحننه وهبتدي ان انا أقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية ما القوام حجمه هيتضاعف وهنلاقي انه لونه بقى افتح بعد كده ودي اكتر خطوة تاخد وقت وانتو بتحضروا الكوكيز او عامة انتو بتحضروا قرماع كتيرة من النواع فتدوها وقتها واشتغلوا فيها لو حابين ان انتو تريحوا الخلاط بتاعكم وترجعوا ان انتو تستخدموه تاني تقدروا ان انتو طبعا تعملوها بالمضرب اليدوي او لو متاح عجان تقدروا تستخدموها فيه لكن انا مرضيتش استخدم العجان لانه مش متاح عند كل الناس بعد كده لغاية ما وصلت للقوام ده ولون هفتحه تقريبا الحجم تضاعف ببتدي ان انا اضيف عليها مقدار الزيت والبيضة اللي انا استخدمتها وببتدي ان انا قلبهم مع بعض ادخل كل المكونات مع بعض اميكس فيها كويس جدا لغاية ما القوام بيتحول للشكل ده ولو انتو بتعملوا الخطوة دي في الصيف سواء كان في كوكيز او في اي نوع من انواع النواع ولقيتو الزيت ده بتادت انها تسيح منكم والخليط ابتدى ان هو يسخم بتدخله بس التلاجة او الفريزر لمدة 10 دقايق لغاية ما يرجع تماسك تاني وبعد كده تبتدي ان تشتغلوا فيه مرة كمان وطبعا طول ما انتو بتشتغلوا لازم تنزلوا الاجناب بتاعت الخليط بتاعكم بحيث ان كلها تمتازج مع بعض وهنا هبتدي ان انا نزل بقية المكونات الجفة على المكونات السيلة بتاعتي والدي اللي انا استخدمته النهاردة كان دي عادي من اللي بيتباع بالكيلو عند العطار تعمدت ان انا ما استخدمش دقيق الكيك او البسكوت بالرغم ان هو موجود عندي بحيث ان الوصفة تكون سهلة ومتاحة لكل الناس وفي الخطوة دي ببتدي بس ان انا دخل المكونات مع بعض بحيث ان هي بس تتمزج مع بعض مش عايزة ان انا اعجن انا هنا مش بعجن انا بس بدخل المكونات مع بعض مش عايزة ان انا وصل لدي ان الجلوتن اللي جوا ينشط والكوكس بتاعتي بعد كده تنشف مجرد بس ان انا بدخلهم مع بعض وبعد كده ببتدي ان انا لم بايدي هنا القوام ده احتاجت ان انا نضيف حليب بعدها حوالي 3 معالق من الحليب لغاية ما بوصل للقوام الصح بعد كده للمعيار ببتدي ان انا اما ان انا عاير بسكوب الايس كريم او لو متاح عندكم المعلاقة المعيارية وتقدروا ان انتوا كمان تشاكلوهم بالنظر بدون استخدام اي حاجة من الحاجات دي لكن انا بتكلم لو حابيني ان انتوا تعملوا كل الكوكيز بنفس الشكل والحجم فتحتاجوا ان انتوا بعدها تستخدموا المعلاقة المعيارية او حتى سكوب الايس كريم او لو متاح عندكم ميزان بنعملهم كور كده بالشكل ده بعد كده بين ايدينا كده بنبتدي اننا نضغط عليها ضغطة خفيفة بحيث انها بس تتفرد كده علشان بعد كده نضيف عليها الحشوة وكمية المكونات اللي انا استخدمتها من حجم كان تقريبا كل واحدة 15 او 16 جرام وفي منهم كان بيوصل ل 17 جرام عمل معايا تقريبا 60 كتعة من الكوكيز ونيجي الالز خطوة انا بحبها وانا بعمل الكوكيز بس انصحكم انكم تحضروا الخطوة دي بعيدة عن الولاد لانهم هيكلوا تقريبا نص الشوكولاتة وانتو بتحضروها استخدمت هنا شوكولاتة بالحليب طبعا تقدروا تستخدموا شوكولاتة داركة اوها شوكولاتة لو حابين بس تخلي بالكم ان الطعم الشوكولاتة اللي انتو هضفوه في الوقت ده هيبه هو اكتر طعم ظاهر في الكوكيز اللي انتو هتستخدموها وطبعا مش بفضل ان انا استخدم هنا الشوكولاتة الدروبس الا اذا كان نوع انتو متأكدين ان هو مش بيسيح لانه فيه انواع مجرد ان انا بنضيفها واندخلها الفرن بتبتدي انها تسيح ببتدي ان انا قطعها بالشكل ده للمربعات صغيرة كده اشكال منتظمة يعني باي شكل انتو حابينه وبعد كده ببتدي ان انا اضيف عليها على الكوكيز بتاعتي ضفت على كل الكوكيز تقريبا 3 او 4 كطع من الشوكولاتة هنا كطع الشوكولاتة باين ان هي كبيرة شوية لكن هي في الحقيقة صغيرة خلص وانتو بتدفوها على الكوكيز تأكدوا انكم ضغطوا بيها على الكوكيز ضغطة وبسيطة كده استخدمت زي ما قلتلكم مع كل كطع تقريبا 3 او 4 كطع من الشوكولاتة بعد كده ببتدي ان انا حطهم جوه الصواني او الاولب اللي انا استخدمها وبخلي فرق بسيط بين كل الكوكيز والتانية لانها مش بتفرش قوي زي بقية الكوكيز التانية اللي احنا بنعملها بيكون فيها سكر بني وبعد كده في الوقت ده بيكون مسخنا الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 وشوفوا قد ايه الكوكيز شكلها حلو ومنتظمة حتى قبل ما تستوي قبل ما تدخل الفرن يا جماعة طعمها خطير وشكلها وهي حتى قبل ما تستوي كده كان خطير بدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 بتفضل جوه الفرن من 12 الى 14 دقيقة لو هتخبزوا الكوكيز في فرن غاز بتبتدي ان انتو تشغلوه من تحت بس لو هتسووهم او هتخبزوهم في فرن الكهرباء في الكوكيز دي انا سويتها في الفرن الكهرباء واخدت معي بالزبط تقريبا من 12 الى 14 دقيقة على حسب حجم الصينية وعلى حسب الصينية دخلت امتى طبعا اخر الصينية دخلت اخدت اقل وقت بتخلوا الفرن الاول شغال لغاية ما بيوصل لدرجة الحرارة المطلوبة بتشغلوا الاول لدرجة حرارة 180 وبكون مشغلها من فوقه من تحت لغاية ما بدخل الكوكيز لما بدخل الكوكيز ببتدي ان انا في الشواية او واطفي من فوق لغاية ما بعد كده بتلاقي الكوكيز بتاعتي بتاديت انها تستوي لو حسيتوا انها محتاجة الحرارة من فوق بتبتدي ان انتو تشغلوها بس اخلي بالكم في الوقت ده لازم تتبعوها كويس جدا لانها بتاخد لون الشوكولاتة اللي من فوق شوية الكمية اللي انا استخدمتها دي عملت معي تقريبا 60 قطعة من الكوكيز مش قادر اقول لكم قد ايه طعمة حلو قد ايه خفيفة وهنا انا اضفتلكم الصينية دي في المقطع بحيس ان انتو تشوفوها دي كانت اول صينية دخلت ولكنت مشغال عليها الشوية طبعا اخدت لون شوية لشوكولاتة اللي من تحت بعد كده بتديت ان انا شغل من تحت بس واذا لقيت انها محتاجة بس حرارة من فوق شوية ببتدي ان انا شغلها من دي او نص لدقتين بس مش اكتر من كده طيب لو انتو اول مرة تخبزوا الكوكيز وبالنسبة الكوكيز الشوكولاتة لانها بتكون تريكي شوية لو انتو اول مرة تعملوا الكوكيز بتبتدوا وهي جوه الفرن طبعا بيمنع على الشكل انها استوت بتبتدوا ان انتو تحاولوا تحركوا واحدة بس هي اللي انتو بتبتدوا تحركوها واخدت من تحت نفس الشكل والطبق اللي موجودة دي بتقدروا ان انتو تدفوا عليهم وتطلعوهم برا الفرن وطبعا مش بنحركهم خالص من الصواني او الصاجات اللي احنا عاملينهم فيها لغايتنا بنتأكد انها بردت تمام وفي الجو ده مش تحتاج منكم اكتر من خمس دقايق وبعدها بتبتدوا ان انتو تحركوها لو عاملين كمية كبيرة تقدروا ان انتو تحطوهم في علبة محكمة وتخلوهم جوه الفريزر او حتى في كيس مقفول كويس جدا وبتخلوهم جوه الفريزر ولو هتحتفظوا بيهم برا الفريزر طبعا تقدروا برضو ان انتو تحتفظوا بهم في علبة بتكون محكمة او حتى في كيس بيكون بلاستيك بتقفلو كويس جدا عليهم ولو جربتم وصفة الكوكيس دي ما تنسيش تكتبولي في الكومنتز ايه رأيكم فيها وتبعتولي السور بتاعكم وطبعا الكريدت في الوصفة دي لفنيلا ومستيكا لان هي وصفتها الاساسية وانا حبيت ان انا اجربها ونزلها لكم طبعا بشكرها من هنا ويا جماعة جربوها بجد وصفة طحفة جدا اتمنى انا اتعجبكم واشككم في الفيديو الجاي